الملف التالي اثيوبيا من السودان الى اثيوبيا رئيس الوزراء الاثيوبي النهاردة قام بزيارة الى منطقة في اثيوبيا اسمها اقليم بني شنقول قمز في منطقة شهيرة اسمها قوبة غرب اثيوبيا على بعد 20 كيلو من الحدود السودانية المنطقة دي فيها سد النهضة مقام فيها سد النهضة هو سد الاكبر في افريقيا وعاشر سد في العالم راح زيارة النهاردة لهذه المنطقة هذه المنطقة زار فيها ابي احمد ابي احمد زار واجتمع اجتمع ده دي طوال سد النهضة وتم بث هذه الصور اليوم من اكتر من زاوية لان صد النهضة ماشي تمام والامور ماشية تمام ومش فارق معانا ده اختصار يعني اسيوبيا ببث هذه الصور وكأنها تقوم بمناوشات كأنها مناوشات احنا بنكتمل بيكتمل صد النهضة وبتبث صور عبر وكالات الانباء وكأنها بتخرج لسنها للشرعية الدولية ما كان ارهاصات بالامس ما كان توقعات بالامس اصبح اليوم حقيقة باسيوبيا بالعربي قالت هذا الكلام اهو اسيوبيا بتقول ما كان بالامس حلما اصبح اليوم حقيقة ده اسيوبيا بالعربي صفحة الرسمية بتاعتهم بتقول ده كان حلم واصبح حقيقة وانا بقول انه بث هذه الصور في هذا التوقيت اجراء اصفه انا شخصيا بالخبث السياسي انا اصف هذا الاجراء بانه اجراء بنقصين غشقين بانه اجراء يتنافى مع التوجه العام والكلام المعصول اللي بتقال ان احنا اه اه مع المصلحة وان احنا مع المفاوضات وغيره ابي احمد داخل على انتخابات ابي احمد بيقعد معه بيدغدغ مشاعر الجماهير السودانية قعد في اقليم بني شنقول وقال انه قادة قادة حزب الازدهار الحزب الجديد اللي بيقاسسه راحوا في زيارة وهو بيقاسس حزب جديد للدخول الانتخابات بيه وفي خلافات بينه وبين وزير الدفاع الاثيوبي حول اه الانسلاخ من التحالف وتكوين اه ما يسمى بحزب الازدهار راحوا يزوروا النهاردة السد واجتمع ابي احمد النهاردة مع قادة مع قادة العشائر والقبائل والشعوب الاثيوبية وقال لهم احنا عندنا شعوب الاثيوبية قال لهم احنا عندنا مشروع كبير جدا بن قسين قال دعا ابي احمد الاثيوبيين للوحدة لانهاء مشروع سد النهضة يبقى تفرق الاثيوبيين الاثيوبيون تفرقوا وتناحروا لكنهم تجمعوا حول سد النهضة حول المشروع ابي احمد بيقول لهم وحدة الاثيوبيين دعاهم للوحدة من اجل انهاء مشروع سد النهضة قائلا ان شجاعة الشعوب الاثيوبية تتمثل في اكمال سد النهضة الكبير وجعل اثيوبيا مصدرا للطاقة لجيرانها اجتمع ايضا مع عيان البلاد والشخصيات البارزة في المدينة المقام فيها السد واجتمع مع ما يسمى بالشعوب الاثيوبية والأحيي قيادة وعضاء هذه المجالس الوطنية يعني بيتحرك شعبيا وبينتشر شعبيا لتحقيق وتعضيض مسندة ودعم شعبي وقبائلي وعشائري وإثني كل الناس حول مشروع اسمه مشروع سد النهضة لكن النهاردة المثير ده كله اجراءات ممكن نقول تحضير الانتخابات لكن صورة مثيرة نشرتها السيوبية بالعربي وأنا بعضها لكم أنا ما بجيبش حاجة من بره صفحة السيوبية بالعربي جابوا صورة اهو اجتمع النهاردة رئيس الوزراء ابي احمد مع قيادات قوات الدفاع الوطني وذلك لمناقشة تقييم القضايا الرهنة أنا ما عنديش مشكلة ان كل واحد في اي دولته يعمل لو عايزه لكن احنا كل على مدار 72 ساعة اخبار بترد لنا من اثيوبيا اخبار غير مريحة اخبار غير مريحة بترد من اثيوبيا وردود سياسية ودبلوماسية ورسمية غير مقبولة حتى انبارح عرضت البيان خارجية المصرية فيه 8 تعليقات من اسلوب الاضارة الاثيوبية عناد وعدم مسئولية على الدبلوماسية والتفكير الاوحادي محاولة فرض امر واقع واحنا بنقول الاثيوبيين بشكل واضح وهذا مصر دولة لن تقبل ان يفرض عليها امر واقع مصر دولة لن تقبل ان يفرض عليها سياسة الامر الواقع الامر الواقع سياسة مرفوضة للدولة المصرية مرة اخرى اقول الشعب المصري لن يبتلع والدولة المصرية لن تقبل والقيادة المصرية لن تقبل ان يفرض عليها امرا واقعا قلتها بكل العبارات بكل التعبيرات وسنقولها بكل اللغات الدولة المصرية قوية الدولة المصرية قادرة الدولة المصرية واعية الدولة المصرية صادقة الدولة المصرية لن تفرط في قطرة ماء واحدة ولن تقبل بأمر واقع أو يفرد عليها أمر واقع أو سياسة الأذان المغلقة مصر صبورة لكن صبر مصر قارب أن ينفذ يقال أن مصر الشقيقة الكبرى للدول العربية ومصر أم الدنيا الشقيقة الكبرى غاضبة وأم الدنيا غاضبة جدا لكن هذا الغضب المكتوم وهذا الصبر الاستراتيجي هناك سيناريوهات موضوعة وموجودة لأن مصر دولة ليست صغيرة مصر دولة كبيرة دولة قوية دولة قادرة ورغم قدرتها وقواتها إلا أنها دائما دائما تميل إلى السلام لكن لا يعني أن ميلنا إلى السلام هو ضعف لا يعني أن محاولتنا الوصول عبر المفاوضات أننا في موقف ضعيف لا يعني أننا نحاول أن نحيي المفاوضات ونسير في حل لمصلحة شعوب الدول الثلاثة أننا دولة لدينا نقاط ضعف هنا أو هناك نحن دولة قوية والتاريخ علمنا أن الشعب المصري ومؤسسات الشعب المصري مؤسسات الدولة المصرية تقف دائما على قلب رجل واحد في أي ملمة أو أزمة وطنية أقول هذا ليس تسخينا لأجواء ملتهبة بالأساس الأجواء ملتهبة الأجواء ساخنة لا أزيدها اشتعالا ولا ألقي بسائل محروقات لكي أشعي الأزمة مع هذا الله نحن نتحدث بوعي في قضية صمتنا كثيرا تجاهها نثق وسنثق في أنها ستنتهي قولا واحدا لمصلحة هذا الشعب مصلحة الشعوب مصلحة أيضا وتوافقا مع الشرعية الدولية نحن دولة تحترم القانون الدولي والشرعية الدولية والنهاردة أتكلم وأقول للإخوة في إثيوبيا الأشقاء في إثيوبيا أن طريق المفاوضات هو الطريق الوحيد لكن هناك سيناريات أخرى إذا لم ينجح أو ينجح طريق المفاوضات قولا واحدا إذا كان هناك حاجة إثيوبية مسة إلى الخروج من دائرة الفقر لن تكون خروج إثيوبيا من دائرة الفقر على حساب ادخال المصريين في دائرة فقر جديدة لن يكون خروج إثيوبيا من حالة العوز والفقر على حساب مياه المصريين لن يكون خروج إثيوبيا من دائرة التناحر الداخلي والفقر الداخلي على حساب أحلام وطموحات الشعب المصري أو على حساب الحق المصري نحن دولة ليست طامعة أو طامحة فيما هو في أيدي الآخرين هناك قانون دولي ينظم الإجراءات الأنهار المتعدية اللي هي أكتر من دولة والمتشاطئة فيها أكتر من دولة النيل أزرق رغم أنه بينبع من الهضب الإثيوبية وبينبع من كذا وكذا إلا أنه فيه ناس عندهم سطحية في الفهم زي أحدهم بالآمس بيتحدث أنه المياه بتسقط في أرض إثيوبيا عليها أن هي تكتفي ثم الفائد يروح لسودان ثم ما يتبقى يروح لمصر ده شغل عب شغل صبيان شغل لولاد صغيرين مش هذا كلام لا يتسق مع الأصول والقوانين الدولية والحقوق التاريخية الثابتة فكرة أنه المياه بتنزل عندهم بتاعتهم لا لا ده فيه قانون دولي بينظم المياه بتاعة الأنهار بتمشي من دول المنبع ودول مصاب ده فيه نهر واحد في أوروبا اسمناه الدنوب بينبع من الغابة السوداء في ألمانيا وبعض الدول الأوروبية بيمر على عشر عواصم أوروبية فيه قانون بينظم مين يقيم سد والسد هيأثر بقد إيه معدل البخرة ومعدل غيره 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 إحنا أصحاب قضية حق والنهار ده القضية معروفة في أمريكا معروفة لعالم كله من المفاوضات اللي انتقلت من الحجرات المغلقة إلى واشنطن في واضح النهار قادي 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 السد قادي السد أهو دي على جوجل قدامنا إجراءات شغالة ليه يعني بيقولوا إن إحنا في شهر ستة وسبعة هنبني هنبدأ نملة وأنا بقول إنه لن يحدث ملء للسد إلا بموافقة مصر ده فيه ده قانون دولي نعم شرعية دولية نعم وكمان إيه اتفاق المبادئ اللي وقع عليه الإثيوبيين فالفنوخ 15 بيقول هذا كلام إحنا في ناس مش فهمة يعني إيه اتفاقية المبادئ اتفاقية المبادئ إحنا كنا مع إثيوبيا شغالين من غير ورق إلى أن تم توقيع إتفاقية إعلان المبادئ اللي فيها لا يمكن أن تبدأ إثيوبيا في ملء سد النهضة إلا بعد موافقة دولتين المصاب مصر والسودان الأخبار الواردة من إثيوبيا بالنسبة لي أنا شخصيا لا أستسغها ولا أرتاح لها ولا أقبلها وأيضا وأيضا الدولة المصرية ممثلة في وزارة الخارجية بتتحدث بنفس اللغة إذن أنا منزعج من الوضع والداخل الإثيوبي مزعج هناك في إثيوبيا انتخابات قادمة أيضا يجب على الإخوة في إثيوبيا أن لا يصدروا مشاكلهم الداخلية للتأثير على قضية إقليمية العالم بينظر إليها واللغة المتعام الأمريكية داخلت بالبنك الدولي داخل أعتقد أنه في هذه الأمور المسلك والطريقة الإثيوبية في التعامل مع القضية غير مقبول غير مريح مزعج لا يتواءم مع القانون الدولي أدعو الإثيوبيين أن يعودوا وأدعو الإثيوبيين أن هم ينتبهوا مش بدعوهم وقولهم موعظة حسنة لا بقول عليهم أن ينتبهوا الشعب الإثيوبي والدولة الإثيوبية والإعلام الإثيوبي يكف عن هذه الحرب الإعلامية وتصدير أن مصر عدو الإثيوبيا الإعلام الإثيوبي بيصدر كده مصريين أنا بقول لهذا الكلام وكل الإخوة الأفريقة بقول أنه الإعلام الإثيوبي إحنا دايما بننتقد نفسنا في مصر والإعلام عليه أنه يهدأ والإعلام عليه أنه ينضبط والإعلام حقيقة نحن منضبطون بوعي شديد للغاية لكن الإعلام الإثيوبي بيسخل الأجواء داخل إثيوبيا ويصدر للناس في إثيوبيا أشقائنا وإخواتنا على أننا دولة معتادية على أننا دولة عدوة على أننا دولة بنقف فيه ضد أحلامهم وطموحاتهم على الإطلاق والله نحن مع إثيوبيا نحن مع التنمية في إثيوبيا نحن قلنا موافقين على إقامة السد لكن أنت تبني وتعمر لكن ما تأزينيش اعمل تنمية على راسي من فوق وساعدك كمان لكن مش على حسابي احنا بقلنا سبع تلاف سنة عايشين على هذا النهر وحضرتك اللي ما بتنزل عندك مش هي تلي بتنزل هي تربنا اللي بنزلت الطبيعة الطبيعة هي أنهار طبيعية مش مصنعة دي جغرافية طبيعية مش جغرافية هندسية دي جغرافية طبيعية لإخوة الإثيوبيين بقول تاني التاريخ بيكتب الآن التاريخ الآن يكتب ولا ينفع دولة ما أن تحاول أن تستوا على الجيران في محاولات لتغيير أمر واقع أو فرض أمر واقع وبقول تجربة إثيوبيا مع كينيا لن تكون مع مصر والإثيوبيين عارفين إيه الموضوع في كينيا تجربة إثيوبيا مع الصومال لن تكون مع مصر تجربة إثيوبيا مع جيبوتي لن تكون مع مصر وحتى تجربة إثيوبيا مع الإخوة والإشخاف السيدان أيضا لن تكون مع مصر إحنا بنحاول إن إحنا نقرب وجهة النظر الدولة المصرية شغالة بكل مؤسستها بشكل صادق وواعي وفي إخلاص المفاوض المصري مخلص والرئيس المصري مخلص وقال لأبي أحمد والأبي دي سليل وغيره إحنا عايزين تنمية إثيوبيا لكن أرجوكم يلا نقعد نتفق عشان ما نقزيش بعض لكن أمنيارد من إثيوبيا كل يوم ما هو مزعج بالنسبة لنا تصريح لوزير خارجية تصريح لوزير رأي صور من السد تصريحات إنه هم هاملوا تصريحات إنه هم غير عبيئين كل هذا مرفوض شكلا وموضوع